ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ شده وبلغ أربعين سنة قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ وَعْلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَى وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُذِيَّتِي إِنِّي تُبَتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ غَزْوَةُ حَمْرَأُ الْأَصَدِ كَالَ مُعَلِّفُ الْكِتَابِ سِيقْ مَحِمَّدُ الْقُدَرِ رَحِمَهُ اللَّهِ لَمَا رَجَعَ مُسْلَفَىٰ أَلِهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامِ إِلَى الْمَدِينَةِ أَصْبَحَا هِجِرًا مِنْ رُجُوءِ الْمُسْرِكِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُطَمِّمُوا إِنْتِسَارِهِمْ مبادئونو نبو 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 نب ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر